ممكن الأخبار الرياضية فيه خبر من ضمنها خبر مهم جدا 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 النجم المصري محمد صلاح لعب ليفر بول إنجليزي دخل ضمن قائمة أفضل عشر هدفين في تاريخ الدوري الإنجليزي نشرت رابطة الدوري الإنجليزي سورة لمحمد صلاح عبر حسابها الرسمي على مواقع التواصل الاجتماعي ظهر فيها نجمنا المصري في المركز العاشر بقائمة أو بقائمة تاريخية لهدفين بريمير ليج وعلقت الرابطة ضمن قائمة أعظم عشر هدفين في تاريخ البريمير ليج رائع محمد صلاح حقيقة خبر مهم جدا جدا ومبهج جدا جدا النهاردة تواجد محمد صلاح في المركز العاشر برصيد 151 بينما يتصدر ألان تشورر القائمة بإجمال 260 هدف وده بعد إحرازه لهدف ليبرتبول مبارح أمام أرسنل في المباراة اللي تلعبت على ملعب أنفلد في قمة الجولة أو 18 بالدوري الإنجليزي كمان موقع أوبتا المتخصص في إحصاءات كرة القدم محمد صلاح أكد أنه ساهم بشكل كبير جدا ومباشر في 121 هدف في 120 مباراة في البريمير ليج بواقع 88 هدف 33 تمريرة حاسمة بكده يكون أكتر من أي لاعب آخر في ليبرتبول متفوقا على أثناء ستيفن جريررد ب120 وروبي فاولر ب100 يعني حتى طبعا انتصاراتك محمد صلاح المتتالية ولسه هنتابع بقى كمان يعني أكيد دي مش هتكون آخر الإحصاءات لمحمد صلاح كلنا طبعا فقورين جدا بالنجم المصري محمد صلاح ونتمنى أن يكون في نمازج كتير كمان زي محمد صلاح عشان إحنا نقدر فعلا نعمل ده بس الفكرة في العقلية وفي الاستمرارية والالتزام اشتركوا في القناة